عايزين برضو نعارب حضراتكم ان مبارح انتهت منافسات بطولة العالم لرفع الاطقال البراليمفي وطالبا بنقول كلمة باراليمفي يبقى لازم يبقى ان هنا وقفة لان كالعادة الحقيقة ابطلنا وبطلاتنا البراليمفيين يعني مشرفين وملهمين ومبهرين في كتير جدا من الاحيان وما فيش اي فعالية بيشاركوا فيها في اي بطولة محلية اقليمية قرية عالمية لازم يرجعوا محملين بكم كبير ووافر من الميداليات طبعا البطولة اللي بكلم حضراتكم عليها اقيمت في مصر على مدار التلات ايام اللي فاتوا وحقق منتخب مصر فيها في اخر يوم لوحده ست ميداليات متنوعة عشان نختتم هذه البطولة برصيد ميداليات وصل لستة وعشرين ميدالية متنوعة حداشر ميدالية دهب حداشر فضة واربعة برونز طبعا ارقام هايلة وانجاز هايل جدا وباذن الله احنا مستنين من ابطلنا المزيد من البطولات كمان ان شاء الله في الفترة القادمة لحين انطلاق باراليمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين ودي بقى اللي فعلا بنتمنى وبنحلم وبندعي ان احنا نحصد من خلالها ان شاء الله اضاء الكم الأكبر من الميداليات زي ما احنا متعودين من ابطلنا البراليمبييين انا متفقل الحقيقة بدورة اولمبياد باريس احنا عاملان عادة كيرو من المنتخبات ويمكن حققوا في بطولات مختلفة يا كريم خلال الفترة اللي فاتت وتم استضافتهم هنا في قناة الاهلي عندهم باشن كبير او انهم يعملوا حاجة في اولمبياد دي فحس ان شاء الله منتخبات مصر باذن الله باذن الله اتحقق مستوى مشرف يعني حتى لو مش هيبقى عدد كبير جدا من الميداليات ولكن مستوى مشرف عارف يعني بس انا واسق في ولادنا الحقيقة بصراحة عني صفة كبيرة فيهم من بوقك لباب السامة يا ماري